طيب ما هو ده بيسمح الآن بمخالفات جديدة هيطلع لها قانون بعد كده يرجع يدخلها يا كمان بطلبات التصالح لا ما هو معنى ان انت النهاردة بتقدم ما هو شتاخد تصريح ولا تاخد طلب تصالح الا اذا كنت ملتزم بانك تقدم طلب التصالح ذات نفسه في ظل القانون الجديد او تتظلم في القرار اللي صدر من لجاني تظلم في القانون الاديم طالما كان مفتوح معاد الطعن لك ان انت تتظلم منه وتستفيد من القانون الجديد يعني هنا اشترت في الاستفادة انه يكون كان مقدم طلب ولم يتم البت فيه لانه لم يتضمن القانون 17 فيعمل فيه تظلم او ان المخالفة تمت قبل صدور هذا القانون اه هو ده بقى الكلام او ان المخالفة تمت قبل صدور هذا القانون ايوه هو اذا ضم كل المخالفات اللي قبل صدور هذا القانون طيب طيب والتعدي بقى على الأرض الزراعية هنعلقه ازاي التعدي على الأرض الزراعية ده لا يمس محدش هيقدر يمسل إنه دي ليه قانون خاص به في التعدي على الأرض الزراعية لكن احنا بنتكلم في المباني التي خلفت التي نشأت بالمخالفة لأحكام القانون التي تمت بدون ترخص أصلا لأن القانون النهاردة بيعالج مسألة المباني التي صدرت على خلاف القانون سواء بقى إذا كانت بتخالف الحيز العمراني فيما يخص المخالفة كانت خاصة عندنا عندنا حاجات عندنا المخالفات النص على القانون الجديد إذا كان تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصولية معتملة التغيير الاستخدام ده هيدخل في طلب التصالح الجديد من سكني لتجاري مثلا يبقى ده هايجوش أيه ماشي طيب التعديات الوقعة على خطوط التنظيم أنا كنت النهاردة في خط تنظيم عندي بيرتد أربعة متر أنا النهاردة بنيت مخالف يقول لك لا احنا هنقر لك برضو هنعتمد لك طلب التصالح بشرط ان تكون دية هذه المخالفة قد تمت قبل اعتماد التنظيم يعني مشروطة مشروطة ايوه مش اي حد مشروطة يعني يكون صدرت قبل اعتماد التنظيم التعدي عندنا النهاردة لو انا النهاردة متعدى على حق ارتفاق بالمرور لأحد الاشخاص اذا تم التصالح معاه برضو الجهة الادارية هتستلح معايا هتعطوني طلب التصالح لو انا استلحت معاه اللي انا خليفت او تعديت على حق الارتفاق الخاص بمرور او مطل او اي مكان باعتبره حق خاص باعتبر حق خاص واو اذا النصي جيه هنا برضو الكلمة جميل او اذا كانت المخالفة من الكل لحق الارتفاق يعني انا خليفت حق الارتفاق انا اتعدت عليه والتاني اتعد عليه والتالي اتعد عليه كأنه أصبح حق مهمل وقال لك ده برضو يبقى برضو يسر عليه التصالح فيه بقى عندنا مخالفات ذات طبيع معماري مميز اللي احنا بنسمعها المباني الأسرية ديجت مباني لها طراز معين مرضو القانون فتح فيها باب التصالح بس بشرط قال لك اشترط انها فيكون حاج ان تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى او المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري تمت يعني ان اعتمادت النهاردة قبل اعتماده كان اثر من الاصر ممتاز ده هيهتم على التصالح لكن لو المخالفات بعدها لا يكون التصالح عشان نفرق المشاهدين بين قبل وبين بعد دي بقى عندنا في اسكندرية شوارع كلها ذات طراز معماري اسكندرية والقاهرة والكل قال لا تكون المخالفة بالتعليق او الاضافة الى العقار المقيد بسجل الحصر دي مرضو موجودة وقال لا تؤثر المخالفات على المبنى وقال لا تفقد مقاوماته مقاومات قيده بسجل الحصر وبعدين موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضار اكثر من ذلك القانون جاب ميزة تاني كان فيه مباني القريبة من المطارات لا ارتفاع معين عندنا مثلا حاجة ذات ارتفاع القانون اجاز فيها التصالح القانون اجاز فيها التصالح بس موافقة هيئة الطيران المدني والجهات السيادية المنصوص عليها في نص القانون يبقى اذا النهاردة ما فيش مخالفة القانون ما تركهاش يبقى عندنا النهاردة القانون ايم على منظومة لا ما تقولش ان انا مخالف وخالص يسيبك لا انا بقول طلب تصالح يشمل الكل بحيث ان انا لا اترك منشأة او مبنى او حائط او صقف او جدران بدون ما يبقى يخضع في منظومة الترخيص والتصالح لا يبقى الكل بحيث ان انا اعمل منظومة جديدة تشمل الكل والكل يتوأم عليها سواء بقى كانت مخالفة لقانون الطيران المدني او مخالفة لقانون القانون بس عندنا حاجات تخص قانون الترع وقانون المصارف والحاجات دي فيه حاجات لا يجوز مخالفتها بنص هذا القانون مش كل حاجة هيتم مخالفتها لان فيه حاجات ضوابة معينة برضو تخضع والسلم والنظام العام لا يجوز الخروج ما هو القانون ده اشار الى الالحاق او عدم مخالفة قوانين اخرى زي تقنين وضع اليد زي تقنين المحال او الجراشات عمل ايه في مسألة الجراشات والله في الجراشات فيها جراشات لا يجوز في التصالح نعم فيه جراشات اللي هي الغير مغطة الغير مغطة لكن الجراش مغطة مثلا بسأف وفيه مخالفة فوقه هتخضع للتصالح اما الجراشات الغير مغطة ديت بنص القانون تخرج وفيه حاجات يعني القانون اخرجة برضو منها يعني برضو الجسور والطرع الجراشات الغير مغطة المسائل اللي هي هتبقى حاجات محدودة ده كي احنا بنتكلم على الاطار العام للمجتمع ككل سواء بقى في داخل المجتمعات العمرانية او سواء في داخل الكردون للبندر او المدن ده كله هيخطع داخل منظومة التصالح في القانون الجديد اللي يصدر لنا قريبا ان شاء الله اللي يحين الى الرئاسة يعني ينال تصديق السيد الرئيسي البمرية علي طيب